اعزائي طريب الطالبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخص في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونية كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على تعريف التعديل الترددي وعرفنا التعديل الترددي واتكلمنا على دائرة بسيطة بيتم عن طريقها تعديل الاشارة تعديل الترددي اللي استخدمنا فيها سناء الفراكتور او سناء الفريكاب وعرفنا ايه هي الخواص اللي هي بيتميز بها سناء الفريكاب وليه استخدمناه في دوائر التعديل الترددي هنتكلم النهاردة على الرسم التخطيطي لجهاز ارسال التعديل الترددي اللي هو الاف ام جهاز الارسال بتاع التعديل الترددي اللي هو الاف ام وهنتكلم على رسم تخطيطي زي بالزبط ما اتكلمنا على رسم تخطيطي لجهاز الارسال الاف ام هنتكلم برضو على جهاز ارسال او رسم التخطيطي لجهاز ارسال الاف ام انا عشان اعرف زي ما قلت يعني اعرف المراحل بتاعتنا كل مرحلة تعمل ايه بالزب ده رسم تخطيطي يبقى بلوكات يبقى كل بلوك لازم اعرف فائدته ايه لو نفتكر في رسم التخطيطي بتاعت تعديل الام شفنا مجموعة بلوكات وقلنا تفيه 3 اقسام ليه قسم الصوت وقسم توليد ترد العالي وقسم التعديل وقلنا كل قسم فيه مراحل معينة وشرحنا كل مرحلة وقلت لك قبل كده في اول حلقة تكلمنا فيها عالم مادة النظم قلت لك ايه اللي حيفهم جزء كويس جدا حيريحه بقية اجزاء او بقية الاجزاء اللي جاية لان كل الشغل بتاعنا مرتبط ببعض يعني ايه الكلام ده يعني نتكلمنا فيه قسم او في التعديل الام اللي ورسم التخطيطي تكلمنا عن قسم الصوت تكلمنا عن فاية الميكروفون فاية مكبر ترد الصوتي فاية وحد التوليف الهوائي فاية مكبر الترد العالي مكبر القدرة ترد العالي فاية الهواء الارسال فاية المزبزب كل ده تكلمنا عليه فين في الرسم التخطيطي لجهاز الارسال الام النهار ده هنتكلم على رسم التخطيط بتاع جهاز الارسال الاف ام وحلاحظ ان البلوكات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاف في الام هلاقي بلوكات زيها في الاف ام حلاقي ميكروفون حلاقي مكبر ترد الصوتي حلاقي مزبزب موجود برضو مكبر قدرة بتاع ترد العالي موجوده على التوليف الهوائي موجود هواء الارسال اذا انا فهمهم من مين من الام يبقى لما اتكلم عليهم في الاف ام سهل جدا ان انا اقول اقول كل مرحلة بتاع من الام تعال اول نشوف المراحل بتاعت جهاز الارسال او رسم التخطيطي الاف ام هبص لقيها في عندي ميكروفون في مكبر ترد صوتي في صمام ومنعة وده الجديد اللي علينا اللي احنا ما شفناهوش فين في الام في مزبزب رئيسي شفناه في الام زي الميكروفون ومكبر تردد قدد صوتي في مضاعف تردد وده شفناه برضه في الام في مكبر قدرة تردد عالي شفناه برضه وفي وحد التوليف الهوائي وهوائي الارسال كل دول شفناهم في الام تعال نشوف الرسمة التخطيطية بتاعت جهاز ارسال الاف ام ونشرح عمل كل مرحلة فيها بتعمل ايه بالزبط نشوف الكلام ده على الشاشة الرسمة التخطيطي لجهاز ارسال الاف ام ادي الرسمة التخطيطية تبدأ بمين بالمايكروفون وده حيحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهربية متغيرة في الجهد والتردد على حسب قوة الصوت نفسه مكبر التردد صوتي وده حيكبر الاشارة الكهربية المعبرة عن الصوت كل ده هفكري خلي بالك دي الموجة المحمولة هيكبرها ايه 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 اي هتتغير الممنعة هنا يتغير خلي بالك معايا ممنعة الرانين نفسها ده يترانين اللي موجودة في لين دخل الاوسوليتر لما تتغير ممنعة الرانين في دخل الاوسوليتر هيتغير التردد بتاعه على حسب مين على حسب الموجة المعبرة عن الصوت اللي هي الموجة المحمولة يبقى اشارة اللي خارج الاوسوليتر هيت طالعة متغيرة التردد بتاعها متغير على حسب مين على حسب الموجة المحمولة وده اللي احنا عرفناه اللي هو الفريكونسي مودوليشن تعال نشوف بقى المزبزب زي ما قلت لك ده هو اللي بيبتدي يخرج الاشارة اللي هي متغيرة في التردد على حسب التغير في الاشارة الصوتية او المعبرة عن الصوت مضاعف تردد هيبتدي يضاعف تردد الاشارة اللي خارجه من المزبزب الرئيسي مكبر قدرة هيكبر قدرة الاشارة مكبر قدرة تردد عالي يكبر قدرة الاشارة اللي خارجه من مضاعف التردد كل الكلام ده عشان يقدر يبعثها لمسافات بعيدة وحدة توليف هوائي او وحدة التوافق زي ما احنا قلنا تتسمى بالاسمين ودي بتعليق بسمها الماتشنج سيركيت او دائرة التوافق ودي بتعمل ايه بتعمل توافق بين خارج مكبر القدرة ودخل الهوائي دي اللي هي وحدة مين توليف الهوائي في عندي بعد كده هوائي الارسال اللي هو الترانسميتر انتنة ده بيعمل ايه بيحول الاشارة اللي خارجه من وحدة توليف الهوائي من اشارة كهربية الى اشارة كهربية ويبتدي ينشرها عبر الاسير خلي بالك بقى معايا احنا اتكلمنا دلوقتي على الرسم التخطيطي بتاع كل مرحلة بتعمل ايه طب لو اطلب مني شرح مرحلة معينة طبعا احنا نشرح المرحلة كلها ليه بنشرح المرحلة كلها ونكتب كل مرحلة بتعمل ايه عشان انا ممكن يطلب مني في الامتحان يقول لي اذكر فائدة كل من المايكروفون مضاعف التردد وحدة التوافق او التوليف الهوائي في الرسم التخطيطي لجهاز الارسال الاف ام خد حاجات معينة اهو ما خدش رسم كلها وممكن تيجي كلها وضح برسم التخطيطي مراحل جهاز ارسال الاف ام بس خلي بالك بقى معايا وركز في الكلام اللي هقوله سواء اطلب منك مرحلة معينة او مرحلتين او تلاتة في الجهاز وتقول لي فايدتهم ايه او اطلب منك رسم التخطيطي للجهاز كله لازم انت في دماغك وفي زهنك الرسم التخطيطي للجهاز كله هتقول لي يا استاذ طب دلوقتي او اطلب مثلا مرحلة معينة طلب مثلا فايدة مكبر التردد الصوتي خلي بالك انا عشان اقدر اقول فايدة مكبر التردد الصوتي لازم يبقى عارف اللي قابله وعارف اللي بعده لان المكبر ده بين مرحلتين بين ومين ومين انا عشان الرسمي في دماغي فاقول بين المايكروفون وبين صمام الممنعة طب مكبر التردد الصوتي ده هيعمل ايه هيكبر الاشارة اللي خرجه من المايكروفون اللي هو قابله اللي هو في مرحلة اللي قابل مكبر التردد الصوتي بيكبرها الى المستوى المطلوب لتشغيل المرحلة اللي بعده اللي هي صمام الممنعة يبقى انت عرفت دلوقتي الكلام ده اللي مقصود بايه لما طلب منك مرحلة لازم تبقى عارف اللي قبلها واللي بعدها ما انا مش عارف بقى يطلب انا مرحلة فيهم اذا طالما مش عارف انا مرحلة تطلب فيهم يبقى خلاص يبقى يزم مراحلة كلها تكون في دماغي وتكون في ذهني تعال نشوف بقى المراحلة دي مرحلة مرحلة هنتكلم عليها ازاي نشوف الكلام ده على الشاشة هنبتدي نشوف كده اول مرحلة بص المايكروفون فايدته ايه فايدته بيحول بص يقوم بتحويل الاهتزازات الهوائية اللي هي اشارة الصوتي اللي هي الموسيقى او الكلام الى جهود كهربية طبعا دي اشارة كهربية طبعا ليه جهود ده هتنينها متغيرة الصوت دي اعلو وينخفض الى جهود كهربية متغيرة اللي هي الاشارة الكهربية تتناسب في شدتها وترددها حسب درجة الصوت يعني حسب الصوت يكون عالي او منخفض ومرتفع او منخفض مكبر تردد صوتي شوف لازم زي ما قلتلك في زيني المرحلة اللي قبله واللي بعده ليه نقول مكبر تردد صوتي يقوم بتكبير جهد الاشارة خلي بالك اهو الخارجة من مين من الميكروفون اهو بانت بانت ليه بقى بانت بقول بانت عايز المرحلة اللي قبله اللي هو مين اللي هو الميكروفون هو بيكبر الاشارة لمستوى المطلوب ليكبر جهد الاشارة الكهربية الخارجة من الميكروفون الى المستوى المطلوب لتشغيل مين صمام المونعة اللي هو بعده حتى يؤثر على ممنع الدخل الاسريتر اللي هو المزابز صمام الممنعة نشوف بقى بيعمل ايه زي ما قلت لك حيث يوصل صمام الممنعة بالتوازي مع مين مع دائرة رانين في دخل المزابزب يعني هو واصل مع دائرة موجودة في دخل المزابزب ودائرة رانين دي اللي بتحكم تردد المزابزب في دخل المزابزب الرئيسي وعندما تدخل الاشارة الصوتية تتغير ممنعة بالتالي تتغير ممنعة الدائرة رانين اللي هي ممنعة ترانين نفسها اللي هي موجودة في دخل مين في دخل المزابزب وبالتالي يتغير تردد المزابزب تبعا للموجة الصوتية اللي هي الموجة المحمولة صمام الممنعة اللي هو الاسبع المزابزب الرئيسي طبعا هي صمام الممنعة واصل مع الرنين داية الرنين اللي موجودة في داخل المزبزب الرئيسي. المزبزب الرئيسي ده هيعمل ايه? يقوم المزبزب الرئيسي. بيعمل ايه? بتوليد موجة معدلة. تعديل ترددي. يعني متغيرة في التردد. على حسب تغير ممنعة دائرة داخل المزبزب. طبعا. لان احنا ايه سائلين? الممنعة بتغير الرنين بتتغير معها على حسب الموجة الصوتية او المحمولة. وفقا. لاتساع الموجة الصوتية. هقف هنا. اللي هي وفقا. لاتساع الموجة الصوتية. زي ما قلت لك قبل كده. في النصف العلوي. ايها تردد عالي? في النصف السفل? لاتلاتك تردد قال. وهكزا. ادي اللي مقصود. بكلمة وفقا. لاتساع الموجة الصوتية. وبذلك يكون قد تم التعديل الترددي. ناخد مضاعف التردد. وده بيكون بمضاعفة التوريف الهوائي لاتنين صح نشوف بقى هوائي الارسال وده بيقوم بتحويل الاشارة الكهربية للاشارة المرسلة المعدلة FM الى اشارة كارومغناطسية تنتشر عبر الاسير ده الرسم التخطيطي بتاعمين جهاز الارسال الاف ام نشوف كده الشكل العملي لجهاز ارسال الاف ام خلي بالك بقى معايا لما نجي نتكلم على الشكل العملي بتاع جهاز ارسال ال FM عندنا في المعامل وحدات ارسال FM او جهزة ارسال FM انا دلوقتي بقول للمدرس بتاعي انا عايز اشوف الشكل العملي او عايز اشوف جهاز الارسال بتاع FM طبعا خلي بالك معي كويس او طبعا المدرس بيعرضه كله للطربة كلها بس انت عشان تستفيد وتفهم وتزود عمق تفكيرك في فهم الجهاز ده لازم يكون في دماغك الرسم التخطيطي الرسم التخطيطي الرسم النظري اللي احنا نرسل متكلمين على ايه هتقول احنا هنشوف الرسم النظري ولا العملي لا ده العملي هو اللي هيسبت لك النظري في ذهنك ولازم الكلام اللي انا قلته في الرسم التخطيطي اللي هو النظري لازم اشوفه في العملي يعني مايكروفون مكبر الكلام ده كله وحده التعديل. مزبزب. الكلام ده كله. لازم اشوف. لان زي ما احنا قلنا. العمل ده ما هو الا تطبيق للنظري. طيب. انا لما يكون في زهن الرسمة بتاعة جهاز الرسال الف ام الرسمة التخطيطي. عارف. في ميكروفون في مكبر. في مزبزب. في مصمم ممنعة. في واحدة مكبر تردد عالي اللي هو طبعا قدرة. وفي واحدة توليف هوائي. وفي هوائد الرسال. يبقى لازم الكلام ده شوفه. انا داخل المعمل. وفي زهن الكلام النظري. ده اسم التخطيطي. هيبتدي مدرس. يبتدي يقرين الجهاز. دي مرحلة مكبر. ده ميكروفون. ده هوائي ارسال. يبقى انا عارف الكلام ده. تعال نشوف فقه. الشكل العملي لجهاز الارسال الف ام اللي هو موجود عندنا في المعامل بتاعتنا. تعال نشوف الكلام. الشكل العملي لجهاز الارسال الاف ام. ادي الشكل. خلي بالك بقى معي. شوف. الكلام اللي احنا كلهم نتكلم عليه موجود ولا مش موجود. موجود. لان انا بدأ بمين? بدأ بالميكروفون اهو. والمكبر عندي اللي هو الاوديو فريكونسي مكبر التردد الصوتي موجود اهو عندي. ومتنين مرحلة تكبير. مرحلة التكبير اولى اهيه. اللي هو اوديو فريكونسي مكبر الاولاني. واديو فريكونسي مكبر التاني. يعني التكبير عندي مرحلتين. وعمل شكل الترانزوستر. اللي هو بيقومون بعملية التكبير. هنا اقسام التردد. المرحلة دي اسمها اقسام التردد. اللي هو بنسميها ويجي عندي مرشح الار اف اللي هو راديو فريقونسي ومرشح الترددات العالية اللي هو بعد مين بعد اقسام التردد يبقى فيه عندي هنا كمان مرشح اهو مرشح الار اف وبعد كده هشوف مرحلة التعديل الموديوليشن اهي هشوف التردد اهو بتاع الكارير وهنا مرحلة التعديل الدخل قد اشارتين دخل اشارة التردد المخفض وهتبتدت غير لي في تردد المزبزب اه دي المزبزب الرئيس اللي هو راديو فريقونسي اهو اهو وقادي هواء الارسال موجود معايا اهو برضو عشان اللي باخد منه الاشارة الكهرومغناطسية اللي هو حولها من كهربية الى كهرومغناطسية وده خارج داية الخارج بتاعة الراديو فريقونسي داية الاخراج ودي اقسام برضو التردد لاجزاء معايا عشان اللي انا عايز شوف برضو التردد اللي انا عايز ابعته اشوفه هنا على المبين بتاعي داية الاسم اللي هي بتغذي كل مراحل الجهاز اهي كل دا دخل على دايرة هنا وبرضو دخل على دايرة هنا وهنا دا الشكل العملي تعاينشوف بقا دايرة عمليه لجهاز الارسال الف ام ركز بقا معايا كده دايرة عمليه ممكن انت خلي برك بقا معايا لما اجا اتكلم على الداير العملي بقول دايرة ما قلتش رسمه تخطيطي دايرة بتاعت ارسال FM الدايرة يبقى خش في عناصر وقومات مكسفات ترزيستورات وعكذا زي ما حنشوف الدايرة النظر اللي بعده كده انما انا دلوقتي لو جيت شفت الرسم التخطيطي في دماغي وشفت برضو خلي بقى معايا من شوية شفت مين شفت الجهاز اللي هو العملي اللي موجود في المعمل وانا ممكن اعمل دايرة FM اه ممكن اعمل دايرة FM بسطة جدا على بورد صغير وبستخدم فيها الـ IC اللي هو الثلاث خمسات بستخدم فيها الـ IC اللي هي الثلاث خمسات ركز بقى معايا في الكلمة اللي هو انت عشان تعمل دايرة عملي لازم تبقى اول حاجة طبعا فاهم القيم بتاعت كل عنصر موجودة طبعا مكسفات مكتوبة مكتوب عليها وعرف ازي اقراها المقاومات اعرف اقراها طبعا كلام دا كله وخدناها في سنة اولى قيمة المقاومات بالالوان الترانزوسترات اللي عندي لازم اعرف ازاي احدد اطرافها مهم من الغاية ان انا اعرف احدد اطراف الترانزوستر البيس فين الكلكتور فين الامتر فين وده واصل بيه وده واصل بيه وده واصل بيه نشوف فقى الدايرة ونشوف دايرة بسطة جدا انت ممكن تعملها لان الدايرة عليها القيم بتاعتها ودوار اللي حنتكلم عليها عليها اي دايرة حنتكلم عليها عمليا اللي هي الدايرة العملي عليها القيم بتاعتها بحيس ليه وانت عايز تنفزها ابقى تنفزها وسهل جدا تعال نشوف بقى على الشاشة الدايرة دي شكلها ايه وكل عنصر فيها نشوف قيمة وقدي ايه نشوف الكلام دا عشر هنا عندي بص مكتوب كده عنوان فيه داية خمسات احنا عارفين الائسي تلاتة خمسات اف ام ترانسميتر داية ارسال اف ام باستخدام الائسي اللي هو تلاتة خمسات اللي هو دايرة تعديل تردد تعديل مين تعديل تردد تعال نشوف بقى الكلام دا حيتم ازاي بص بقى خلي باكمة معاه لو بصت كده اول الدايرة كده على اليمين اهو جزء معين باين وواضح خالص اهو مكتوب عليه مايك واحد اهو ادي مايك وبعدين المايك دا هيبتدي يخش على قديرة الايسي التالة خمسات التالة خمسات دي هي اللي بيشغلها بص بشغلها وخلي باك بقى معايا الاشارة الصوتية هتخش على المايك يحولها لاشارة كهربية الاشارة ال Odysantas تخش على ال visitator اللي هو التالة خمسات تبتدي تغير في الاشارة لخرجها بتاعت التردد تعال نشوف القيام اول حاجة عندي해 دا المايكروفون هو مكروفون وانزل تحت الاقي المكسف التان ده سي تلاتة سي واحد هو واحد نانو فراط وبعدها عند اي سي تات خمسات وبعدين ابص فوق الاقي فيه مكسف سي تنين اللي هو عشرة نانو فراط وبعدين عند مقاومتين المقاومة الاولانية لأر واحد دي واحد كيلو اوم ونسبة الخطأ بتاعتها زائد او ناقص خمسة في المية دهبي ونفس الكلام هنا ار اتنين عشرة اوم ونسبة الخطأ برضو خمسة في المية زائد او ناقص خمسة في المية لو بصيت الناحية التانية هلاقي فيه مقاومة ار تلاتة ودي كميتها واحد كيلو وعندي المقاومة متغيرة اللي بنتم شو متر اللي هي كميتها بي وان دي اللي هي خمسة كيلو دي القيم بتاعتنا وده كيو واحد اللي هو الترانزيستر اللي هيبتدي انوصله مع الاي سي وبعد كده على الانتنة اللي هي الهوائي والدايرة دي بتشتغل على بطارية قيمتها دي تسعة بولت بتشتغل على دايرة بتاعت مصدر تغذية دي سي تسعة بولت دي دايرة بسيطة جدا لجهاز ارسال اف ام تعاني شوف فقا دايرة تاني دايرة برضو بسيطة جدا وسهل جدا تتعمل برضو بنبدأ بالمايك وبعدين فيه مقاومة هي ميت اوم وبعدين فيه مكسف كيميائي واحد مايكرو فراد وبعدين عنده فيه مقاومة تاني تسعة وثلاثين كيلو اوم اهي ومكسف واحد نانو فراد وهنا دايرة الاستوليتر خلي باك دي دايرة الاستوليتر خلي بالك اهي ال وسي السي قيميتها تتاتة وثلاثين بيكو فراد والال طبعا اللي هو ملاف بعدد اللفات هنا فيه مكسف تاني عشرة بيكو فراد وفيه مقاومة هنا ميت اوم ودي البطاريات بتاعتنا اللي هي واحد ونصف فولت الحجر القلم اللي احنا بلو عليه خلي بالك بقى معي انصر الاساسي في الدايرة فين مكسف اه اسف الترانزوستور سي تمنتاشر خمستاشر طب دي انا عندي الترانزوستور اهو والشكل بتاعه موجود بس فين اطرافه خلي بالك بقى معي فين مين اطرافه ما اقدرش انافز الدايرة ولا اقدر ابتدي اوصل او الحم اطراف الترانزوستور غير لما اعرف كل طرف رايح فين وفين طرف البيز وكل اكتر والقومت اللي لسه اقيل لك وانا عشان احد اطراف ترانزوستور زي ما قلت لك زمان كان عندنا اللي هو الجزء اللي خاص بمين بالداتا شيت الداتا شيت ده كان ايه كان كتاب على فكرة داتا شيت فيه داتا شيت للترانزوستورات وداتا شيت لمين للايسيز الداتا شيت للترانزوستورات انا عايز اعرف اطراف ترانزوستور معين باخد الرقم بتاعه اللي عندي زي ما احنا قلنا سي تمنتاشر خمستاشر. وابتدي اشوفه في الكتاب ده او في التاشيت. اطلع الصفحة بتاعته. طبعا على حسب الفيرس. بطلع الصفحة بلاقي ايه في الصفحة بتاعت الترانزيستور ده. العنوان عندي سي تمنتاشر خمستاشر. ابتدي الاقي جدول في التاشيت. بيديني اقصى طيار واقصى جهد والترابد اللي بيشتغل عليه الترانزيستور كل دي بيانات مكتوبة. مش بس كده. وروح مديني رسمة الترانزيستور ويعرفني في الرسمة ازاي احدد اطرافه. يقول لك مسلا خلي الكتابة للوجه. ويبقى الطرف اللي على الشمال على الشمال مثلا المتر. ولي في النص واللي على اليمين اه اه امتر. اه كولكتور بيس امتر. اللي هو متات اطراف. بيوصف لي يعني. اللي مقصود من كلامي ان الرسمة بتوصف لي اطراف الترانزيستور. عشان اقدر اوصله الصحة. طب انا عندي دلوقتي كل حاجة في الدارة انا فاهمها. مش فاهم اطراف الترانزيستور اللي هو سيه. تمنتاشر. خمستاشر. دلوقتي بقى سهل جدا. بالنسبة لنحنا. بنخش على النت. وروح كاتبين اطراف الترانزيستور. شوف الكلام زمان كان ايه? كان فيه تعب شوية وفيه مشقة. فيه اطراف. بكتب كده. الترانزيستور سي خمستاشر او تمنتاشر خمستاشر. يجين على طول الشكل بتاعه ويديني بياناته على طول. فعشان كده بنقول زمان كان فيه مجهود شوية. انما دلوقتي باعت العملية آآ سهلة شوية. تعاني شوف الترانزيستور اللي هو سيه تمنتاشر خمستاشر. ازاي بحدد اطرافه عشان اقدر اوصله في الدائرة توصيل صح. تعاني شوف الكلام ده على الشاشة. هاجي بقى اشوف دلوقتي اطراف الترانزيستور سي تمنتاشر خمستاشر. ده. قدي الترانزيستور. شوف خلي بالك بقى معي. سي تمنتاشر خمستاشر. اول حاجة عمل الرسمة بتاعته النظري. وعرفت من الرسمة النظري تحديد نوعه. ان الترانزيستور ده ان بي ان. السعمل الخارج اوه. والفيه اطراف طبعا الكوليكتور والبيز والامتر. فالنظري ده ما اعرفه. مش اللي عوحيد بس اللي عرفه. اللي هو ده. عشان عاليسة. والبيز ده الرسم النظري. انما انا في العامل ما اعرفش فين ده. فين البيز. خلي بالك لو ما عنديش الداتا اللي تحت دي. يبقى خلاص. دي اطراف تلات اطراف توصيل. انا ما اعرفش فين الكوليكتور. وفين الامتر وفين البيز. هو بيقولي بقى. خلي وجهة الترانزيستور ديك انتا في وشك يعني. الكلام في وشك. اهو. سي تمنتاشر خمستاشر. وخلي بالك بقى معي. بقولك الطرف اللي على الشمال ده الكوليكتور. ده المجمع. والطرف اللي في النص البيز. والطرف اللي على يمين خالص ده الامتر. يبقى انا كده عرفت احدد نوع الترانزيستور وفي نفس الوقت كمان احدد اطراف. عشان اقدر اوصله صح فين? في الدائرة. تعاني شوف دائرة ارسال تعمل بنزام تعديل التردد اف ام. الله يا واستاذ ما احنا كنا بنتكلم فيه. بنتكلم كنا بدائرة بسيطة. انما دلوقتي هنتكلم على دائرة ارسال كاملة. والدائرة التانية ملي كانتش كاملة? لا كاملة. بس دائرة الارسال احنا اتكلمنا عليها. واحدة كانت بالتلات خمسات. من الاي سي تلات خمسات. واحدة كانت بالترانزيستور الوي سي تمنتاشر خمساتاشر. اما دائرة هنتكلم عليها ايه? لا دي فيها اربع ترانزيستورات. فيها اربع ترانزيستورات. فيها ترانزيستور شغال كمكبر طد الصوتي. فيها ترانزيستور معاها دائرة التعديل وفيه دائرة فيه ترانزيستورين تانين شغالين كمكبرات. طب اول ما اقول دائرة يبقى فيها عناصر الكترونية. خلي بالك. بقول دائرة ارسال جهاز اف ام. خلي بالك في فرق بين رسم تخطيطي جهاز ارسال الاف ام. اوعى تلغبط. اوعى تتسرع وانت بتقرأ اسئلة في الامتحان. شوف كلمة رسم تخطيطي لجهاز ارسال اف ام. دائرة ارسال اف ام. مع السرعة والاستعجال في الامتحانات والكلام ده هنقوله في الحلقة بتاعة اللي خاصة بالمراجعة. فيه شوية حاجات كده نقولها لك. عشان تبقى مركز فيها عشان ما تضيعش منك اجابة سؤال او درجة سؤال. شوف اللي بتكلم بقولها هو. دائرة جهاز ارسال اف ام. اول ما اقول دائرة تبقى انت عارف على طول ان فيها مقاومات ومكسفات وترانزيستورات. ده اللي ترسمه. انما لو قلت رسم تخطيطي ما شفناش مقاومات في رسم التخطيط ولا مكسفات. احنا نشوف البلوكات اللي هو البلوك دا يرغم. تعال نشوف بقى. الدايرة بتاعة جهاز الارسال الاف ام. اللي بتتكون من عربع ترانزيستورات. ونقول كل عنصر فيها بيعمل ايه? ونقول طريقة عملها كمان. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة. دائرة ارسال تعمل بنزام تعديل التردد اللي هو الفريكونسي مدوليشن اللي هو الاف ام. الدائرة دي زي ما انا قلت لك بتتكون من اربع ترانزيستورات. بتتكون من اربع ترانزيستورات. تتكون الدائرة من عدد اربع ترانزيستورات. نشوف كده. الله. خلي باك بقى معنا. دا الاستاذ دي حكي علينا. لا. حكتش عليه. دا انا لسه بقول هاشرح دائرة. والدائرة فيها مقاومات ومكسفات وترانزيستورات وكلام واربع ترانزيستورات. وجيت يا استاذ رح تحطط لنا. نسيت انت يا استاذ. ورح تحطط الرسم بالتخطيط اللي احنا خلصنا. لا ما نسيتش. ما نسيتش. دا انا عايز افكرك. ايه اللي انت هتشوف في الدايرة التفصيلية اللي فيها الاربع ترانزيستورات. عايز افكرك بالرسم التخطيطي. بقول لك انت لازم تشوف الحاجات دي اللي موجودة في الرسم التخطيطي في الدايرة التفصيلية. عشان كده بقول لك اول ما خش في الدايرة التفصيلية وانا داخل في الدايرة ورسم التخطيطي في دماغي عارف الدايرة دي. مش لو كانت اربع ترانزيستورات. لو كانت عشرين ترانزيستور. هفهمها وتبقى سهل علي وبسيط علي. لان انا فاهم الرسم التخطيطي بتاعها. انما انا لو دخلت على الدايرة التفصيلية. ومن قومتها بمكسفاتها. هتقول ايه الدايرة دي صعبة قوي. لا. مش صعبة. لان انت عارف حاجات كتير جدا منها. عن طريق مين? الرسم التخطيطي. عشان كده قلت لك هنشرح الدايرة بتاعة ارسال اف ام. وفجأة قلت لك الدايرة من اربعة ترانزستورات وفجأة احنا ندخليني رسم التخطيطي. عشان ترجع بزهنك. تفتكر. لازم اشوف ميكروفون. ولازم اشوف مكبر. ولازم اشوف هوائي. كل الكلام ده بيسهل لي. او بفتح لي مدارك مخي. اني بيقول لي اني انا هشوف الحاجات دي في الدايرة التفصيلية. فانا داخل على الدايرة ومنتظر ان انا شوفها. عند استعداد ان انا شوفها. وانا فاهم كمان طريقة عملها من مين? من الرسم التخطيط دي. تعاني شوف الكلام ده على الشاشة ده. يبقى ازا اشوف الكلام ده شايف المراحل دي? اللي نشوف حاجات نشوفها فين في رسم الدايرة نفسها. نتعان نشوف الدايرة. طبعا فيه ميكروفون وفيه مكبر. بسمه ممنعة. مضاعف تردد. مكبر قدرة. واحد التوليف هوائي. والهوائي. تعاني شوف بقى الدايرة نفسها. نشوف الدايرة نفسها. اهي. الدايرة في اكام ترنزستور اربعة. بينين خالص قدام مني هم. خلي بالك بقى معايا. هم? طبعا هنا. دول الاربع ترنزستورات اللي هيشتغلوا معايا. تعاني شوف بقى كل عنصر فيه ايه بالزبط? تعاني شوف الكلام ده. وانا رقمت لك الاربع ترنزستورات. خلي بالك. الدايرة عنده ايه? بدقة بين تي ار اربعة و تي ار واحد و تي ار اتنين و تي. ده الدايرة اللي موجودة عندي. لأ. انا هرقمهم لك بالترتيب. تي ار واحد تي ار اتنين تي ار تلاتة تي ار اربعة. عشان ما تبقاش صعب عليك. اهو. قالي تي بص خلي باك معايا. لما اجي شوف كل عنصر بيعمل ايه? انا شايف ايه في الدايرة بتاعتي? انا شايف اربعة ترنزستورات من اول تي ار واحد لحد تي ار اربعة. وشايف عندي بص مكسفات ايه? وخلي بالك بقى معايا سي واحد. سي اتنين. سي تمانية. الله. طب وفين البقى يا استاذ? وسي تسعة وسي تناشر. لأ. خلي بالك بقى معايا. انا لمت لك البص المكسفات كلها. اللي شغال كقابلنج او مكسفات ربط او مكسفات نقل وامرار. عملتها كلها ورا بعضه بلون واحد. عشان تبقى عارف ان سي واحد. سي اتنين وسي كم? دول كلهم مكسفات نقل وامرار. يبقى انت فاهم كل الطقم بتاع المكسفات ده بينقل الاشارة من المرحلة اللي قبل للمرحلة اللي بعدها. وبعدين حطيت لك اربعة ترنزستورات. وبعدين حطيت لك ملفات بتاعت اللي موجود فيها اللي هو بنقول عليه ذات القلب الفرايت. اللي هي راديو فريقونسي كابلنج او كويل. تعا نشوف بقى الكلام ده. جزء جزء ونشوف كل عناصر دي بتعمل ايه بالزبط. نرجع تاني للدائرة. زي ما قلت لك كده بص. اول حاجة عندي ميكروفون. ايوه. ارجع بقى الكلام اللي انا كنت عايزه. في الاسم التخطيطي. وبعدين في عندي مقاومة اللي بتتحكم في الاشارة اللي خارجها من الميكروفون. وهتخش على تي ار واحد. هي هتخش على تي ار واحد ازاي? بص بقى. عندي كل المكسفات دول. الخمسة دول مكسفات نقل وامرار. اللي هو مين ومين? سي واحد. وسي اتنين. وسي تمانية وسي تسعة وسي تناشر. بص سي واحد بيعمل ايه? بينقل الاشارة من المقاومة المتغيرة اللي هي من مايك يعني. ودخل على مين? على تي ار واحد. شفت سي اتنين بياخد الاشارة من خارج تي ار واحد. ويدخل على مين? على دخل تي ار اتنين. اهو. اجيب الاشارة من هون. خارج تي ار واحد اهو. يدخل على بيز تي ار اتنين. سي تمانية. ياخد الاشارة اللي خارجها من تي ار اتنين ويدخلها على تي ار تلاتة. سي تسعة. ياخد الخارج من اشارة تي ار تلاتة ويدخلها على تي ار اربعة. سي تناشر. ياخد الاشارة اللي خارجه من تي ار اربعة بص هيو ويروح موديه على الملف ده وبعدين على الاوت بوت اللي هي مرحلة الاخراج اللي هو فيها الهوائي اللي هو فيها مين الهوائي يبقى طيب نيجي بعد كده عندي تي ار واحد ده شغال كمكبر اوديو فريكونسي وبعدين تي ار اتنين شغال كاوسوليتور اللي هيطلع على موجه الحاملة واللي هيعمل اللي عميتي الاوسوليتور هنا او يطلع على الزبزبة هو الواحد سي خمستاشر وبعدين تي ار تلاتة دي شغال كمكبر هو او تي ار اربعة الاتنين شغالين كمكبرات طبعا مكبرات قدرة تعال شوف ايه هنا برضو في عندي ار اف سي اللي هو راديو فريكونسي خلي بالك معايا راديو فريكونسي كويل ملفات التراضي العالي اللي هي تلات ملفات دول راديو فريكونسي واحد اهو البتاح اهو ونفس الكلام اتنين اهي راديو فريكونسي اتنين اهو وراديو فريكونسي تلاتة طيب وبعد كده عندي الدايرة دي كلها شغالة بتشتغل على جهد دي سي من اتناشر الى تمنتاشر فولت تعالى بقى نشوف كل عنصر بيعمل ايه في الدايرة كل عنصر بيعمل ايه في الدايرة اول حاجة عندي الفي ار اهي بواسطة الفي ار المتغيرة يتم التحكم في اشارة خارج او في اشارة الدخل الاشارة الصوتية اللي جاي من مين اللي جاي من الميكروفون طيب الترانزوستور تي ار واح هيعمل ايه ده بيشتغل كمكبر اهو بص مكبر يعمل تي ار واحد كمكبر اه زبزبات صوتية اللي هي الاشارة هي تتخاجها من ميكروفون ويتم الربط بين المكبر تردد الصوتي ومؤلدات الترددات العالية بواسطة سي اتنين بص ده اللي هياخد الاشارة وهديها المين للمزبزب عن طريق سي اتنين نشوف كده الترانزوستور اللي هو تي ار اتنين بيعمل كمؤلد التردد عالي مع دائلة الرانين مين المكونة من الملف والمكسف اللي هو ال واحد سي خمستاشر وبباسطة المكسف يتم اختيار التردد مطلوب ليه لان المكسف هو المتغير عندي اللي هو سي خمستاشر اهو طيب تعاني تشوف بعد كده عندي تي ار تلاتة وتي ار اربعة هي مكبرات ترددات عالية ده بيكبر اللي هو زي ما قلت لكم مكبرات مين مكبرات القدرة بتاعت التردد العالي وشوفناها في الرسم التخطيطي طيب ووظيفتها تكبير الاشارة الى المستوى المطلوب تعاني تشوف بعد كده عندي راديو فريكونسي كويل اليا ار اف سي هي ملفات زو قلب فراين اما الملفات الاخرى بدون قلب اليا تعترد الاهوائي دي تعترد العالي اي قلب هوائي ويتم لف هزي طبعا لف هزي الملفات دي يعني بعناية تمة حسب المواصفات لان لو غيرت فيها التردد غيرها على طول وراديو فريكونسي كويل ار اف سي يعني راديو فريكونسي كويل تغزى هذه الدائرة من محول كهرابي من اتناشر الى تمنتاشر فولت والامبير بتاعه ستة امبير اللي هو ده طيب تعاني نشوف بقى كده طريقة عمل الدايا تخلي بقى اجبا معي طيب العمل الميكروفون اهو حيحول الاشارة الصوتية الى اشارة كهرابية تخش على مقاومة متغيرة يروح واخد الاشارة دي سي واحد من المقاومة المتغيرة ويدخلها على مين على قاعدة الترانزيستور تي ار واحد المكبر يبتدي المكبر بقى ده يغايي بعد الاشارة ما تتكبر هتقبقى في الخارج على المجمع اهي هنا عندي سي اتنين ياخد الاشارة اللي خارجها من المكبر ويدخلها على تي ار الواحد اللي هو اللي يعقلنا عليه اللي شغال برضو كأسريتا تعالى بقى هنا سي خمستاشر طبعا يبتدي يطلع الزبزبات نيجي بعد كده عندي سي تمانية ياخد الاشارة اللي هي بتاع التردد العالي وتردد المخافض اللي هي اشارة اللي تم تعديلها تعديل ترددي ويدخل على المكبر الاول وبعدين على سي تسعة وبعدين على المكبر التاني وبعدين على سي تناشر وبعد كده على مرحلة مين اه الخارج ده بالنسبة لمن لطريقة العمل بتاعة اه داية الافم قيم العناصر بداعة الدايرة خلي بالك بقى معايا اما اتكلم على قيم العناصر بتاعة الدائرة اللي فاتت دي باتكلم على كل انصر كم تؤديه بالزبط واقول لك كمان البديل بتاعه اقول لك البديل بتاعه يعني فيه ترانزستر موجود اه مش موجود الرقم عندي وعرفت اجيبه لو انا عايز انافز الدايرة عملي طب انا ما لقيتش رقم الترانزستر ده استاذ ممكن اعمل الدايرة برقم ايوة اي حاجة اسمها البديل بتاعه وعشان كده هنتكلم على العناصر وهقول البدائل بتاعة العناصر يعني لو مسلا ترانزست الرقم وكزا يبقى البديل بتاعه كزا تعال نشوف بقى الكلام ده اللي احنا عايزين نفهمه ونعرف القيم بتاعة العناصر كويس جدا عشان لو انا عايز اعمل الدايرة هعملها ازاي او هنفزها بقيم صحيحة نشوف الكلام ده عالش عالش اول حاجة للمقاومات ار واحد اللي في الدايرة عا كل الكلام ده في الدايرة موجودة عندي ار واحد دي امتين وعشرين كيلو اوم ار اتنين اللي هي اربعة وسبعة من عشرة كيلو اوم ار تلاتة وار اربعة عشرة كيلو اوم ار خامسة دي خلي بقى اتنين وتمانين كيلو اوم ال في ار اللي هي المقاومة المتغيرة ال في ار واحد اللي كنا بنتكلم عليها دي دي اتنين وعشرين كيلو اوم تعال بقى نشوف المكسفات سي واحد وسي اتنين اربعة وسبعة من عشرة مايكروفرات على خمسة وعشرين فولت لان لما بروح اشتري مكسف بقوله عايز مكسف كمتو كزا على كم فولت مهم جدا تحديد الفولت بتاع المكسف سي تلاتة وسي تلاتة عشر اربعة وسبعة من عشرة نانو فرات سي اربعة وسي اربعة عشر واحد نانو فرات سي خمسة وسي ستة ربعمية وسبعين بيكروفرات سي سبعة عشرة بيكروفرات ده بالنسبة للمين للمكسفات وما زي من ده في المكسفات فيه عند مكسفات اللي هي مكسفات الضبط اللي هي تريمر سي 8 من 3 إلى 10 بيكو فرات وده تريمر برزا ما قلتك مكسف ضب سي 9 وسي 12 من 7 إلى 35 بيكو فرات وبرضو كل دول مكسفات التريمر اللي مكسفات الضب سي 10 وسي 11 دول من 20 إلى 60 بيكو فرات بيكو فرات وبرضو تريمر سي 15 بيبقى من 4 إلى 20 بيكو فرات تعالى بقى نخش على مين على الملفات اللي 1 أربع لفات بقطر 5 وخمسة من 10 مليمتر اللي 2 ست لفات بقطر 5 وخمسة من 10 مليمتر اللي 3 3 لفات برضو بخمسة وخمسة من 10 مليمتر اللي 4 ده بيتم طبعه على لوحة التركيب وهو لفة واحدة اللي 5 ده 5 لفات بقطر 7 ونص مليمتر تعالى نشوف الترانزسترات قال الترانزسترات اللي البديل بتاعتها تي ار واحد و تي ار اتنين اللي هو تو ان بوس خيباك 22 19 ده اللي تي ار واحد و تي ار اتنين تي ار تلاتة تو ان خمسة و تلاتين تلاتة و خمسين لو مش موجود اور البديل بتاعه بقى تو ان تسعة و تلاتين و اربعة و عشرين او البديل التاني بي اف اس اتنين و عشرين ايه؟ يبقى انا عرفت دلوقتي الترانزستر ده. اهو. تي ار تلاتة الرقم اللي مطلوب كزا. ملقتوش اجيب الرقم التاني. ملقتوش اجيب الرقم التالت. يبقى دي اسمها البدايل. تي ار اربعة بي سي اللي هو خمسمية سبعة واربعين. لو ملقتوش اجيب البي سي خمسمية تمانية واربعين. طبعا الار فريقونسي واحد و اتنين و تلاتة دي ملفات زي قلب فريد. تعالى نشوف بقى. مواصفات الدائرة بتاعتي. خلي بلاك بقى معي. الدائرة بتاعتنا اللي احنا لسه متكلمين عليها. من شوية. اللي فيها الاربع ترانزسترات. اللي فيها الاربع ترانزسترات. المواصفات بتاعتها ايه؟. بالقيم اللي احنا حطناها. خلي باك بقى معي. القدرة بتاعتها بتاعت الدائرة دي تمانية واط. عادي اول حاجة. تاني حاجة. المدى بتاع الارسال بتاعها من ستة الى عشرة كيلو متر. من ستة الى عشرة كيلو متر. ده دي اول حاجة. التاني حاجة. بعد كده عندي. الدائرة بتعمل في نطاق ال F M. ما بتعملش في ال A M. كل دي مواصفات. الدايرة دي بعض الدول بتعمل عليها قيود لان لازم يبقى لها ترخيص. دي داية ارسال. الدايرة دي لازم تكون مطبوعة. ما تبقاش اسلاك. لان الاسلاك دي هتبقى هتبتدي بتعمل حاجة اسمها ساعات شاردة وكلام من ده. لأ. لازم تبقى برينتد على الدايرة. مطبوعة. ولازم يكون الهوائي بتاعها مرتفى. ولازم الدائرة طبعا بتتحكم وتتحط في علبة وغلاف بغطيها بيه عشان متتقصدرش بالعمل الجوية. مش بس كده. الترانزيستورات بتاعت الارسال اللي في المراحل النهائية. خلي بقى كويس قوي. الترانزيستورات اللي في المراحل النهائية. دي لازم يتعمل لها هتسينك او تبريد. تبريد بعمل لها تبريد. عشان بص دايما الترانزيستورات اللي بتستخدم في المراحل النهائية في الارسال او الاستقبال. بتسخن. فلازم اعمل لها تبديد للسخنية دي. لان السخنية لو استمرت او درجة الحرارة عليها استمرت في الترانزيستور يتلف. والايسي نفس الكلام. يبقى انا بعمل لها هتسينك. عشان كده بلاقي. الترانزيستورات اللي في المراحل النهائية في الارسال او الاستقبال. خلي باك معايا. بلاقي قطعة الامونيوم كده ركبة. للتبريد. زي بالزبط الفانة اللي بتركب على البروسيستور. بس ثانيا انا بحط قطعة الامونيوم تبتديد شتت درجة الحرارة اللي موجودة داخل الترانزيستور. تعالي نشوف المواصفات دي اللي انا اتكلمت عليها. وازاي بنكتبها على اه او نكتبها في وراءة الاجابة. لو اطلب مني مواصفات الدائرة اللي احنا اتكلمنا عليها. تعالي نشوف الكامل على الشاشة. اول حاجة هزي الدائرة لجهاز ارسال في نطاق الاي ام. بتعمل في جهاز اي ايه? في نطاق الاي ام. المدى بص بتاعه زي ومستوى متطور تاصل قوة الارسال بتاعتها تمانية واط. ومدى الارسال بتاعها بيصل من ستة الى تمانية كيلو متر. ده الكلام دي اعتمد على مين? على المنطقة اللي هي شغالة فيها. يعني المنطقة والتدريس والكلام دا كله يتوقع متوقف ع الكلام دا. بقولها هزي هزي اعتمد على المنطقة والتفاع الهوائل يساعد على مدى ارسال اكتر لذلك يجب مراعاة الاتي بص اول حاجة عندي حيث ان الدائرة تبس في نطاق الاف ام يفرض عليها قيود ورخص في بعض الدول وبعدين يجب ان تركب الدائرة على لوحة مطبوعة وبعد التركيب تغطى بعلبة معدنية وبعدين عند تركيب الهواء يجب ان يكون على اعلى ارتفاع. ترنزسترات الارسال بينتج عنها بص اهو حرارة عالية لذلك يجب خلي بالك معايا من عمل مبرد كافي وإلا تعرضت للتال. اللي هو الهيتسينك اللي احنا بنتكلم عن ايه? تبريد وهنشوف الناسبة بتاعته دلوقتي. اهو. دي ترنزسترات باور سواء الترنزسترات بساخر محنائية. اهو دول اربع ترنزسترات جزء لسوي ده كله هيتسينك تبريد. عشان يعمل تبريد لمين? للترنزسترات. ويعمل تشديد لدرجة الحرارة. لطلع من الترنزسترات عشان ما تتلافش. ده شكل برضو اهو. ترنزستر متسبت على الهيتسينك اللي هو ده جزء معدني. على فكرة لون الاسويت ده. ده جزء معدني. ممكن يبقى ايه? الجزء ده جزء الامونيوم بيبتدي شتت درجة الحرارة اللي هي داخل آآ الترنزستر. وهنشوف. وهنشوف شكل تاني برضو. اهو. ده اهو. باين اهو. زي الفانة بالزبط ازاي بتشتت درجة الحرارة. اللي هي درج اللي هي موجودة داخل آآ الترنزستر. كده احنا عرفنا دايلة التعديل التردودي بتشتغل ازاي? وعرفنا فائدة كل عنصر فيها. وعرفنا المواصفات بتاعة الدائرة بتاعة جهاز الإرسال الاف ام. بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة. وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة. ان شاء الله.